بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة حلقة هذا اليوم بعنوان أحكام استخدام أموال وممتلكات الآخرين روي أن الشخص سرق شيئا فتصدق به وقال السيئة بمثلها والحسنة بحشرة أضعافها بالتالي سرق وتصدق فنهى الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك وقال إنما يتقبل الله من المتقين فهذا تصرف في مال الغير وحتما من دون إذنه غير مقبول أصل العمل وهذا إن دل على شيء دل على جهالة الشخص للأحكام الشرعية اليوم الكثير نجد من من يشتهد في اجتهادات أو يتصرف في تصرفات محظل اجتباه ويبرر إلى نفسه من هذه العناوين وهي حتما تصفي عنوان تصرف في مال الغير حتما حرام تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالأضافة إلى المساعد الدينية والاستفتاءات الشرعية تقدرون التصرف في أموال الغير حتما حرام الإضرار بالآخرين حتما حرام اليوم إن شاء الله سمعتكم طيبة في التصرف في أموال وممتلكات الغير جنابكم الكريم كيف تتصرف في أموال الغير وهي خصوصا أمانة بين يديك شو أنت تحكييني؟ شو أنت تصرف بحيث اليوم صدر للمجتمع جنابكم الكريم إنسان أمين ومؤتمن على مال أودعى عنك بسم الله الرحمن الرحيم أنا أشكرك سيدة أولا على هذه الاستضافة ونورتونها والله يحفظكم وبركة بالشباب جميع أحنا هنا عامل صار لتشمسنا أربع سنوات أو أكثر أو شوي أقل هنا بذاك المحل اللي بحيئور بالبداية كنت أشتغل بالزنود يعني مثل ما يقول الزنود السيب تنبيع وأرباط وهذه الأمور كنت تتبيع له كنت تصنع لا كنت تتبيع زيان فشافون يعني الحمد لله والشكر للشباب اللي هو حيدر السلطاني أبو المحال السيقال وأخوه كرار وأخوه تلباقين سجاد وكريم زيان وأبوهم الله يرحمه رحمه الله حماتين حج جواد فد إنسان محترم وعددين واستشهد رحمه الله الأمريكان كتلو نعم طلع وهم عائلة جيران يعني الناس جير أي وعرفوني بيني عرفوني بيناني رجال يعني ما عندي زايدة ناقصة وجيراني فقلوا ليابا تعال بالبداية اشتغلوا يا أنا جير ما اجيت اشتغلت قلت لك بالزنود وبالهذا عدوا محل مسافة عن هذا المحل الرئيسي نعم نعم قلوا ليابا عبدالله يريدك تلزم لهذا المحل دنعاني وشوية ناس يعني ما احتراماتي لهم بدون ذكر اسما يعني اللي يعد دوام واللي ما يدير بال واللي نعم هاي امانة بوبجي نعم نرقيلة انه يطلح الى دوام الى مكان آخر نعم لطيف جدا بلا فما اطول عليك سيدنا رحت المحل لقيت معاناة بصراحة زير اي فبديت من الصفر بالمحل زير كان اكو احتمال بان يعزلولي المحل قال ابو عبدالله روح وقت وقت معين ونعزله ونبدل المكان فرحيت الحمد لله الله وفقنا نعم والحمد لله والشكر شوي شوي الناس قامت صير زباين صير احترام للزبوني الضيافة يعني الامانة وقات مو بس يعني انت تؤتمن على دخل وتعوف الأمور الباقية فالحمد لله جبتها من الصفر بحيثاني على اركبي وقاعد وانظف المكان واحد من العمال واحد من العمال يقول لي قلت لي يا ابو هاي امانة قلت لي اعدي ابنيه سادس اعدادي والاخرى خامس اريد الله يوفقهم سيد اكو واحد عدي عن بيت وحمامة يذب مي بصفل بس القاع بصفل بس القاع مو ملك هذا غسلة او سبحة حرام او حلال المي مالك يعني انت تسأل ان هذا دي يصرف في ملك غيري ايه قاعب صفة يعني القاعب صفة بصف الحوش مالته مو إلي مو مركي اه اجلك الله الحمام يذب على هاي العب ايه اول قضية اذا تسأل عن حكم الغسل الغسل ما انت صحيح مو باطل ولا اشكاله فيه ليش لان عندنا امور اللي هي تبطل الغسل هذا مو من عندها انه آني من باقي الماء ينزل الى مكان غير مكاني الى ارض غير ارضي مو باطل واضح الغسل صحيح ولا اشكاله فيه في من في الغسل ولكن شنو اللكن التصرف في مال الاخرين شبيه من دون اذن حرام حرام انه يجعل ان صب الماء مال الحمام في ارض الغير هذا حرام واضح؟ واضح سيدنا اهنان المشكلة الغسل مو مو باطل لكن التصرف هذا صب الماء في ارض الغير من دون اذنه هذا حرام واضح ان شاء الله؟ واضح جزاك الله خير اذن جنابكم الكريم بيّن انه اليوم انت تستشعر بالامانة يوم اللي يكون بين يديك الامانة تستشعر مرة هي بالدخل والصندوق الاموال مرة هي في تحسين وجودة البضاعة مرة في استقبال الزبون مرة في تنظيف المحال مرة في التفرؤ والتهيؤ بالتالي كل ذلك انت قاعد تتعامل به وتحفظ هذه الامانة طبعا هذا هو واجب على كل إنسان ما نقول كل مسلم انكو ناس احتمال ما يعجب هاي الطريقة بالتعامل انكو ناس تحكي وياد تقول لي يا ابا هذا الله ما يرضى بيها مثل ما يقول اهل البيت ما يرضى بيها يقول لك هذا ما احترامات يعني الكلمة يقول لك هذا قديم بعد هاي امور صارت اين قرضت واند تسولي واند تحكي منه تقول لي يا ابا هاي ما يصير لهازمة مثل ما يقول بتشتغل باليرضي بيها الله تحس بي عبالك ينفر من عندك الزين اليوم انت جنابكم الكريم بالسوق صار لك اكثر من اربع سنوات نعم برأيكم ما الاثار العملية لعدم حفظ الامانة يعني اكو ناس حتما شفتوهم بالسوق ما كانوا جيدين في حفظ الامانة ما كانت اداء الامانة بالمستوى المطلوب حتما هاي اكو اثار شفتوها من سلب التوفيق الى اخر يعني تتحدثوا هذا عدم توفيق هذا الله مثل ما يقول ما وفق لهذا الشي وهو مثل ما يقول احتمال سوى اعماله اللي وصلته بانه يجي يتوفق اول مرة المكان يقول له تعال قودة لهذا المكان جميل حسنت اول قضية تذكر انه هذا التوفيق للطاعة هذا ما موفق للطاعة من اثار اعمال السلبية اللي سبق لهذا العمل جيد نعم سيد ليش جيت هنا لانكو ناس متوفقت بادارة هذا المكان الحفظ الامانة وادارة هذا المكان فجابون يعني الناس عندهم يقين او عدة قناعبين حسنا لهذا المكان سير الصانع يدايا من الدخل وبعدين يرجعهم اول قضية هذا ربما من الشياعات الخطأ يعني شي يعتقد ان هو من اقترض اخذ حاجته يرجعهم بعدين ان هو مو سرق او مو تصرف بمال الغير هذا اشتباه او محظل اشتباه هذا خطأ هذا تصرف بمال الغير من دون اذنه ورضاه حلال له وحرام حرام حتى الاقتراض يعتبر تصرف فبالتالي اذا يريد يقترض من الدخل اللي هو مو عائد اليه هو عامل بيه لابد ان يطلب الاذن ورضاه صاحب المال اذن له بها ونعمة لان الاقتراض تصرف لو مو تصرف تصرف بالتالي اي تصرف بمال الغير مجاز من دون اذنه ورضاه واضح ان شاء الله حتما انتوا انساسوا معدكم الطيبة عدكم تواصل مع المرجعية ومعرفة الحكم الشرعي او شون تتعاملون مع الحكم الشرعي اللي صادر من مرجعيتنا والله يا سيدنا يا حبيبي يعني من ولادة الكاظمية المقدسة سلام الله ابويه وعمامي واجدادي يعني قبل 400 سنة 350 سنة عدي واحد من اجدادي خادم موسى بن جعفر سلام الله عليه قبل ليكون بيه سياج الامام موسى بن جعفران عندي واحد من اجدادي خادم بي والحمد لله والشكر احنا ببركة السيد السستاني الله يحفظ ويطول بعمره ان شاء الله واحنا كنا عائلة من مقلدي السيد السستاني واي امور تستعصى علينا واي امور مثل ما يقول نرجع به الحاكم الشرعي اللي هو قريب علينا هنا وبالكاظمية واحنا بعد عايشين ببركة الله سبحانه وتعالى يعني انتو تتواصلون مع الوكالاء والمعتبدي السماء السيد طبعا احنا هاي كل اللي تدري تحضرتك اللي يقلد السيد السستاني كل اموره شغلات اللي تستعصى عليه اللي مرجع هذا يرجع الامام زمانه سيدنا كواد عدا سيارة السيارة يطبقها ويركنها يعني قاع بصفة بس هي مو ملك شكال بها حرام اول قضية اول قضية لا يجوز التصرف بها بمن؟ بالعرض بالعرض ما الملك ما الجيران أو الملك الغير لا يجوز التصرف بها من دون اذنه ورضاه دون اذنه ورضاه اذنه اذن صاحب الارض زيارة ولو بالفحوة شنه الفحوة برأيك شنه ولو بالفحوة الفحوة شنه يعني الفحوة الفحوة ان تحرز رضاه رضاه صاحب الارض لو علمه بالعمل يعني شنه انا اعرف طبيعة هذا واخلاقه ووضعه وعلاقته يعني لو اجرى ان انا حظ سيارتي يكون انا مطمئن هذا بالفحوة بالفحوة واضح؟ واضح اذا بالفحوة يصير يصير لدي يقين هذا يقبل الشخص ممتاز هذا مين يجي اليقين من علاقتي بي من معرفتي بشخصيته كذا اذا اطمئنيت احرزت انه صاحب الارض لو علمي ان انا حظ سيارتي بالعرصة ماتة بالارض لا رضي بذلك بالفحوة يجوز واضح؟ واضح لو انت الشوك يرضى لو ما يرضى ايه ايه هسه انا اردى حط السيارة بالعرصة المجاور القطحة الارضة العائدة الي ايه اردى حطها الشوك هذا يجوز يرضى يجوز ما يرضى ابني على الرضى لو عدم الرضى شو تقول انا لا اعرف ذلك بس يجوز الشوك بي يرضى وشوك بي ما يرضى عدم الرضى ممتاز ايه اذا لابد ان حتمن مطمئن ايه اعلم برضى صاحب الارض اخل يا الله اخل ايه اذا شكيت ابني على العدم عدم الرضى عدم الرضى لا يجوز التصرف للارض الا مع العلم والاطمئنان ايه برضاه واذن ينقين اذن ويرضى بيه زيان حكم يتقاطع مع مصلحتك الشخصية اليوم شو انت تتعاملوا حكم شرعي صادر من المرجعية يتقاطع مع مصلحتك الشخصية شو تتعامل مع هذا؟ حقيقة أنا أتجنب هاي الأمور هاي الحيلة الشرعية و هاي الأمور اللي واحد يجي و مثل ما يقولي فصل الدين على هواء و على إمكانياته و على حاشته ما يصدر أنت رهن الإشارة نعم خدمة السيد السستاني و حقيقة هاي يعني نحكيها بين السيد السستاني هو اللي مثل ما يقول ساعد الناس و فتاوية و أمور المحترمة و القيمة اللي خلاتنا احنا سنروح و نجي شكرا لله شكرا لله يعني اتدمرنا حقيقة لو لا سيد السستاني و فتاوية الله يخبر مسألة ليس لرئيس العشيرة لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة على أفراد العشيرة بالتالي لا يجوز لهم التصرف في أموال أبناء العشيرة أطلاقا لن بينا في بداية المسألة لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة عدهم بالتالي لابد أن يكون بإذن الحاكم الشريك وهذا المقدار جزاهم الله خير الجزاء البعض يستقدم إلى المراجع إلى العلماء ليطلب منهم الإذن ليأذنوا له في التصرف فإذا كان مجموعة من المؤمنين من عشيرة ما قدموا إلى المرجعية مثلا ويعرفوا من كان متدينا مهتما بشؤونهم لتأذن إليه المرجعية في إدارة شؤونهم مشروطة بيما بالتصرف والالتزام بالأحكام الشرعية بدون لي لا يحق لهم التصرف وإن كان هو رئيس العشيرة أو كبير تلك الحائل على ماذا يدل حفظ الحقوق للآخرين؟ برأيكم؟ والله برأيي أنا حفظ الحقوق الآخرين بأن تكون شي دل يدل بأن أنت لازم مثل ما يقول ترتبها للأمور بشكل صحيح وتمشي على فد منهج معين زيان وأكو أمور صارت عدي يعني أنا إحتمال حضرتك تقول هاي مو جيت لهنا حقيقة يدزون كراوي مثلا كراوي دز أو تكتك مثلا نروح جميلة ويجي باليوم نصير كراوي في 60 70 80 الثاني كنت أسوي أقول هاي عدي دراجة أتحمل حتى قلت لهم الهل المحل قلت لهم الدراجة تكسرت بس شا سوي أروح هاني أجيب نواقص المحل بالدراجة حتى أقتصد لهم بعض الأمور شك أمشيها للأمور علي وأروح مثلا برادهم أجيب طحين أجيب أمور هاي الشغلات حتى شا قول أقول مثل ما يقول أوفر لهم حتى أدل يعني أبعين لهم دلالة بين آني آني هذا أكو تغيير كمارا من عد بتهي من الزواج الله يمي حاسبة جزيلا أول قضية إحنا اليوم تدون حلقتنا عن التصرف في مال وممتلكات الآخرين نعم هذا التصرف مال الأم صحيح له غير صحيح شو ذا غير صحيح؟ غير صحيح إيش قاعد سوي هي تمنع بتها من زواج بزوج صالح إذا منحت بتها من زوج صالح عطلتها عن الزواج هذا التصرف هذا التصرف شنو؟ يكون تصرف غير صحيح بعد موتها عليها شنو؟ حتمان أخو هي عليها إثم من تصرفها غير صحيح بعد موت الأم معثومة الأم البتة هنا شنو تصرفها؟ أن تستغفر إليه وتطلب الرحمة والمغفرة عسى عسى أن يغفر الله المن للأم للأم ليش؟ لأن تصرفها غير صحيح زين البنية هنا لها أجر لها أجر لها أجر شنو أجرها؟ أجرها عظيم لأنه صبرت وطاعت أمها رغم أنه أمها شوّت تصرف غير صحيح حطلتها عن الزواج بزوج مناسب إذا كان الزوج مناسب تصرف غير صحيح طبعا إذا كان الزوج غير مناسب ومنحتها من الزواج تصرف صحيح صحيح إذا زوج غير مناسب يعني حثتها قالت له هذا طبعا هي هم الولاية مو للأم الولاية عندما للأب الولاية مشتركة بين البنت والأب واضح إن شاء الله هاي مين نابعة نعم نابعة هاي استشعار المسؤولية وحفظ الأمانة وانت قاعد تدفانة بذني نابعة حتما خلال ثقافة أنتوا مرتكز هاي الثقافة الثقافة الدينية البيئة الصالحة اللي كنتوا بيها أحبر عن مدينة الإمام الكاظر عليه السلام بعش الدل برأيك والله سيدنا الدل تحدي النفسي هاي تحدي النفسي أنا من واحد يجيبني من عامل يعني متواضع إلى مؤتمن على محلي أنا هس سيدنا منها أخلص منها يجي شخص هماتي عانينا على المحترمات للشباب كلهم بيهم البركة بس عانينا فالفترة معينة على ما يلقون واحد يبدني المغرب حتى أقدر أروح هناك أرتب المحل الآخر وأأخذ دخله وأعزله وأروح لهلي أوقات قمت أوصل بالأربع الفجر لهلي ثلاثة ونوص شكرا لله وأطلع الثمانية الصبح حتى أقدر أجيلي هنا فهي صار تحدي إلي بيناني جابوني هالناس مارد خجلهم يعني أنا أكوفت أمر البارحة صار عدة بالمحل بل يا كورونا الحمد لله جاوزناها صار عدة بالمحل البارحة فتشي كلش فرحت له نعم يجي صديقه قال لها شبيك ماجد ماجد يجيب أنه حليب شانتي الولد هم ذكرناه وهو خوش ولد نعم يجيب حليب شانتي قال لها شبيك قال لها يمكن كورونا نعم فشقل لها الكرار اللي هو أب المحل أخوه لأب المحل كرار أب وجود نعم هماتي أنه ناس محترمة ويوعدهم انتمال لأهل البيت عليهم السلام عليهم السلام قال لها ماجد قال لها الكرار قال لها وخر شوية من يمي خاف أن أعديك فأجي تاني قال لي تعال تعال هو ماجد نفسه فأب المحل قال لها كل شو لأبو عبدالله وخر كل شو لأبو عبدالله يروح يسير بيشير وحي هذا لأنه لأمانة حتر رحم الله والديك وهذا ثاني صار لفترة حتى الشباب يدرون أقول لعمي أردأ أردأ نام أردأ نام أردأ نزور الإمام الحسين صار لي أربع سنوات يقول لي عوف الراحة سيدنا مرات أبوي ينام أجي أخذ السويش مع سيارة وأطلع بيني بدون ما يدري أفتار وغاية واجي أطبقها ولا أجعل السويش ولا أيدري بي أم ما تقول لك أول قضية أنت تعتقد أنت والوالد مالية وحدة لو مو مالية وحدة يعني أنتو مال واحد إذا مال واحد أنت تصرف بأموالك لو مال متعدد له مال واحد زي طبعا هذا اشتباه الولد له ملك والأب له ملك آخر يعني ملكيتي مستقلة وشأني مستقل والأب ملكه مستقل وشأني مستقل بالتالي أنت جاء تصرف تصرف بملك الغير وإن كانوا أقرباء حتى لو أقرباء لا يجوز التصرف بملك الغير من دون إذنه ورضا بالتالي الإبن اللي يأخذ سيارة الأب هذا تصرف فيه مال بملك الغير لو مو تصرف أي تصرف بملك الغير حلال له حرام 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 بملك الغير وهذا ما يدعي قلتك ما يدعي الولد وما يملك لأبيه هذا عارن عن الصحة ليس صحيح سين أكو شؤور سين نعم يقولون يحق للوالد يأخذ الفلوس يعني من ابنه ما يدري لا ما يحق من جيلة بابنه هاي آني هاي آني هسا رديت عليها قلتك هذا هذا اللي يقولون الولد وما يملك لأبيه عارن الصحة ليس صحيح ليس صحيح الولد له ملك والأب له ملك آخر الابن يريد يأخذ من أبيه يصير له ما يصير ما يصير ما يصير إلا بإذنه ورضاه نفس القضية هم كذلك الابن يصير يأخذ الأب يصير يأخذ من ابن الله لعدها سيطاشة يعني قاعد بالقهوة بالبيت بالقرائب ما أدري يقول الأبو يقدر يأخذ من ابنه ما يدري محضل اشتباه حرام يعني حرام حرام شرع كون يستأذن ألا ويرضى الابن ما رضى الابن لا نعم الابن كون يصرف على أبي مقدار الحاجة إذا احتاج الأب الابن شنو يصرف عليه يصرف عليه مقدار الحاجة ينفق عليه مو مو متفضل ينفق هذه نوبة الانفاق الواجب يسهل أما أن يأخذ الأب من دون علم الإبن خارج النفق الواجب لا مو سهل كيف ترى لذة الطاعة في حفظ الأموال والممتلكات للآخرين يعني حتما للطاعة لها لذة نعم أنت اليوم تشعر في هذه اللذة وإنت حافظ للأمانة بين يديك والله سيدنا لذة الطاعة أنا باعتقادي بأن أنت الله يمشيها وإياك الأمور نعم يجنبك هواية شغلات يستر عليك وعلى عائلتك يعني تحس أكون توفيق من عند الله سبحانه وتعالى شكرا لله من تمشي من تتصرف وإلى الآخرين من التعاملك يعني مجرد هو الله يدفع عنك البلاء باعتقادي اللذة حقيقية يعني شكرا لله يعني أنت مو بسهولة يجي واحد السيء مع احتراماتي هو يكون ناس خيرة والعراق محترم والعراق بأهله وبناسه أغلبهم من الناس من الأمينين في المسؤولية طبعا نعم أغلب من العراقيين هو من المؤتمنين والأمينين طبعا نعم بساني أم ماتين صادفتني فالشي يعني واحد من عمالنا يعني بالأسف اللي بذاك المحال صارت تلاطفوية قال العراقيين مو علي باب والعراقيين فلان شي قلت له بالعكس العراقيين ناس محترمة وناس عدهدين والعراقيين الشرفاء قلت له هاي انت تشوف الناس منظارك الله شاهد قلت له قلت له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلت له سأل الناس راح في المكان معين سأل واحد قال له هذول حشاء سامع منافقين قال له صدقت الآخر قال له هذول الناس طيبة قال له صدقت الآخر قال له هذول الناس حرامية قال له صدقت فقال له يا رسول الله تقول يا هو اللي يجي يقول لصدقت قال له هاي يشوفون الناس في منظارك يعني انت كعامل تشوف حشا السامع انت مخربط فعبالك الناس كلهم خربط فالناس بعدها بخير والعراقيين، الناس محترمين ونحن نحن بيئة ناس جيدين فنشوف العالم جيدين هذا شوف روحها حشان خربت عبال العراق كله مو زين سيدنا لدينا صغير نعم واعي يشتغل المحل واعي البضاعة بغير سعر المحل ويخافي يقلم المحل بعد هس وهسه يشعر بالذنب يريد يرجعه ويخافي يقول له بل محل خافي بطلمون نعم أول قضية هذا اللي تسبب في إطلاف مال صاحب المحل عليه شنو عليه؟ عليه ضمان عليه ضمان ما تسبب في إطلافه من مال صاحب المحل شون يضمن؟ يعني شكثر ضيّح من فلوسه يقدرها وينطهيها انت تقولي خافي يرجعها لأبو المحل خافي بطلة خافي بطلة يعتبر أنه مو ذكي أو تصرفات غير سليمة وغير دقيقة وغير صحيئة بالتالي شي يسوي؟ شي يسوي؟ يرجعها إلى صندوق المال يعني إلى الدخل يرجعها إلى الدخل بدون علم المهم أنه ما تسبب فيه ضياء يرجع إليها طبعاً هنا لدينا مشكلة نوبات أكو الإيرادات والمدخولات تنحسب وجرد إذا حط بالدخل فلوس أضافية يبين له وما يبين في بعض يبين فشون يحلها هاي؟ انت برأيب شون يحلها؟ هو هسه غلطان مثلاً عشر تالاف دينار يقول هاي العشر تالاف بسبب خطأ أرد رجعها ما يقدر يقول لأبو المحل ها؟ يحطها بالدخل تبين الدخل لأنه كاشير مثلاً وتبين الأن والأر زيان فش يسوي ما يقدر يحطها بالدخل يبلغ بالمحل ويخافي بطلة تشجوا هنا نكون يبتكر طريقة لإرجاع هذا المبلغ إلى صاحب المحل يكون هو يبتكر طريقة إذا ما يقدر يخليها بالدخل شو بأي طريقة يوصلي اللي هي المهم هاي العشر تالاف ترجع من الدخل للدخل أو لصاحب المحل واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله حتم النوبات قد يقع الإنسان في خطأ في حال إطلاف مال الغير كيف تتصرف؟ يعني ممكن الإنسان معرض للخطأ للإجتباع تصرف كذا شون تقدر شون تتعامل وتتصرف كذا والله هو يعني التوفيق من عند الله أنا ما صايرعد في هاي الحالة شكراً كل شي أتجنبها حقيقتاً وإذا صارت عندي أوقات أنحرج مثلاً أريد أشد مثلاً كمثال رصيد يخصه للمحل شدية رصيد مثلاً صرفت فد مبلغ هذا راح أحصره ويما نتحاسب الصرفيات الله شاهد ورقيب راح أقول إستادي مثلاً صرفت هلقد اثنين رصيد صار عدي فلان شيء صار عدي مثلاً صرفت عشر تالاف دينار مكان معين نصرف خمسين ألف دينار مكان معين فشنو؟ كلها أذكرها بحقيقة المرات مرات يخوني الذاكرة تخوني فأدونها أساني ذا راوك السجل إذا أجيب بعض الأمور من السوق أسجلها حتى شنو؟ من نتحاسب أستاذي أنا جيبت فلان شيء فأنا هاي أول شيء بحقيقة نتجنبها لأن مني يصير أنا هواية وقاتل إنسان تدري ينسى ينسى ما يتذكر أو يثاقلها أو يقول أنا مثلاً هواية كناس مع احتراماتي يسوي لها حيلة شرعية يقول لها بإناني زين وياهم ووفرت لهم كذا مبلغ بالتالي يستحيلها إلى نفسه هاي أنا كل شيء استصعبها هاي مو حيلة شرعية هذا تحايل على الشرع الله يرحم والديك يعني هوا يسموها هما هسا هاي الوقت هذا يسموها يعني يتحايل استغفر الله حتى الله سبحانه وتعالى يتحايل فأنا قلت لك أتجنبها لهاي الشبهات أنا باعتقادي هاي شبهات هاي محرمات هاي محرمات رحم الله وديك أنا باعتقادي هاي فالشيء محرمات شبهات يعني أتجنبها لأن تحس بعدين تصير بها تبعات حقيقة حتماً والله أرحم الراحمة مسألة إذا تصرف شخص في أموال للآخرين وأدى إلى تلف المال فعلي شنو؟ علي الضمان ودفع قيمة الضرر إن كان قيمي يوم التلف يؤدي قيمة يقدرش كثر قيمته يوم التلف ويعطي قيمة إن كان مثلي يقدم مثله يعني مثل تلك المادة التي أتلفها ويعطيها إلى صاحب إلى صاحب البضاعة إلى صاحب الحاجة التي أتلفها ذلك الشخص وإن كان لم يتيسر له معرفة ذلك الشخص فيجب عليه رد المظالم شنو رد المظالم المقصود ديها؟ هي حقوق مالية متعلقة بذمة الشخص إلا اللي أدى إلى الإضرار إلم إلى الإضرار بمال الآخر أي شنو؟ أموال متعلقة في ذمة ذلك الشخص يجب عليها شنو؟ يجب عليه إيصاله مع عدم معرفته أو عدم تيسر الوصول إليه يدفعها إلى فقير متدين والأحوط أن تكون بإذن الحاكل الشري مثلا الشخص كان العياذ بالله يتصرف بأموال الغير الله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان بعد أن يتوب هذه الأموال متعلقة في ذمة الغير حقوق للغير لازم يبرده مو لله لازم يبرده تدرون حالات في المجتمع كثيرة نحن يوم اللي نطلع في الميدان نشوفه هواية يقول أرد أبرد ذمتي أبحث عنه في كل مكان حتى شنو؟ أبرد ذمتي حتى أبرد ذمتي شايفين لي إيش حالة؟ والله هواية أكو حالات بس أنا صارت ويا حالة مو يعني أبرد ذمتي لأنني أنا من سوف الشي غلط بس أنا شنت بوقتها رايح البيت أهلي نعم عدي والدتي مريضة فخابرت لأبو المحال فشي مقارب هذا اللي حضرتك ذكرته بس يعني اللي صار يرويه خابرت أرد أبرد ذمتي يعني رايح بني رايح بطريق فخابرت لأبو المحال بالليل قلت لأستادي هل قد عدي مبلغ ما لتك يمي والبارحة رحت أنا وابني الجميلة جبنا فلان شي وصرفنا أنا وابني ألف ونص شربنا مي شربنا عصير من أموال؟ من أموالهم قسما بالله العظيم وهو وحيون يرزق أسيس معنا؟ ايه قل لي محالة لما هو قلت لأني رايح بني بعد لازم أقول لك على هاي الأمور فهذا اللي صار وياي بعد بعض الأمور صير شغلات عرضية ويا الآخرين هاي احتمال يعني ما أتذكرها وهذا اللي صار يعني هناك واحد يجمع فلوس من مجموعة مع السفرة أو طلاب مدرسية أو أي سفرة يروح يصرف بس يزيد من هاي الأموال نعم يأخذهم إليه يحللهم إليه ما هي تبعاتها؟ طبعاً أول قضية نفس المضمون كله لا يجوز التصرف بمال الغير من دون إذنه ورضاه هم نطوج قع يرحون قع يرحون سفرة أنفقهم بالسفرة بها ونعمت بقى من يمهم بقى من يمهم مبلغ كون شي سوي كون يرجع إلى أصحابه أو يطلب براعة الذمة من عندهم يقولون لهم مثلاً هم مجموعة من الطلاب يقولون بو يا بروني الذمة فضل مقدار شكثر مثلاً فضل هلقد مقدار يقول لهم مو؟ إذا صرفهم بدون أنه يطلب إبراء الذمة إما يروح لهم لاحقاً يطلب إبراء الذمة أو يدفع من عنده فلوس يرجع لهم إياه لأنه لا يستحق هذه الأموال تصرف بمن؟ بمال الغير بمال الغير أو اللي كان مسويه كان ممثل عن الطلبة كان مرة يستنسخلهم ويزود ياخذه مرة يوديهم سفرات وهو باعتباره ممثل عن ممثل الطلبة ويأخذهم من السفرات اللي يزودهم هم يأخذهم هس يريد يبرر ذمته وهم تخرجوا كل من في مكان شون يبرر ذمته؟ يطين الفقير ممتاز ممتاز يصدق بهذا المقدار اللي كان ما يستحق يقدره كثر ويتصدق به إلى فقير متدين نياب عن أصحابه بشير يصدقون بمال الميت؟ بشير أول قضية التصدق معناه أن يدفع صدقة من خارج الوصية هو تصرف بمال الغير لأنه هو المال إن من إذا مات الإنسان صار مال منه؟ مال الورثة فلا يجوز التصدق أو التصرف إلا بعد شنو؟ بعد موافقة الورثة جميع الورثة واضح؟ فهي بالتالي البعض أحد من الورثة أن يصدق يعتقد أنه ما هو قاعد يسوي؟ قاعد يسوي زيان باعتبار الصدقة لها آثار خصوصاً للميت ليس؟ فهو ما يعتقد قاعد يسوي؟ قاعد يسوي زيان لكن إذا يصدق يصدق له من أموال خاصة هذا الورثة له إذا من أموال الميت كون بعض موافقة موافقة جميع أو موافقة جميع الورثة واضح؟ واضح؟ سيدي السؤال شخص عند صندوق من مؤسسة عين أحتاج من المبلغ فأخذ الفلوس من صندوق من مؤسسة عين إلا نفس المؤسسة إلا نفس المؤسسة ليش؟ ليش؟ لأنها صدقة مقبوضة بإذن المرجع العالم بالتالي أي تصرف في هذه الأموال مجاز اقتراب من عدهة يفتح الصندوق لابد أن يكون منهم فقط وفقط فليصرفون أصحاب المؤسسة فبالتالي هذا مجاز وعليه الضمان وإبلاغ المؤسسة يكون يضمن هذا المبلغ وإخبار المؤسسة أنه هو الصرف في هذا الصندوق مسألة بالنسبة إلى المبالغ التي يعطيها الزوج إلى زوجته يعني مبلغ من المال أعطاه الزوج إلى زوجته لا يجوز لها التصرف فيه إن كان شنو؟ إن كان هذا المال المقطع كمصرف علما للبيت يعني باعتبار إذا مصرف للبيت ما يجوز إلها التصرف في مورد آخر كأن تعطي إلى أهلها مبلغ كأن يكون أن تصرف إلى أماكن أخرى لا إذا كان كمصرف للبيت فلا يجوز التصرف فيه في غير مورده ويعتبر شنو هذا يعتبر تصرف في غير محله لكن إن كان إن ملكه إياها يعني شنو ملك هذا المبلغ يصير تصرف فيه في مورد آخر بل يصير باعتبار هو ملك هذا المبلغ وهي حرة في التصرف فيه وهل يحق للزوج التصرف في راتب الزوجة؟ لا لا يجوز له التصرف في مال الزوجة بدون علم الزوجة وهل يحق لها أن تصرف ؟ بني وهو لا يحق له التصرف في مال الزوجة بدون إذنها وعلمها ورضاها هنا لا بد أن يكون توافق بينهما لتكون حياة زوجية سليمة خالية من المشاكل وفي الختام حافظ الله الجميع من الإضرار بالآخرين والتصرفات غير الصحيحة في أموالهم وممتلكاتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته